موسيقى السلام عليكم شاو و سرام اعلانت عن السلسلة الجديدة لها تحت براند ريدمي وهي ريدمي نوت 11 سيريس ريدمي نوت 11 وريدمي نوت 11 برو والبرو بلاس فرقات قليلة او بين البرو والبرو بلاس وده هيكون التركيز بتاعنا في الفيديو ده السلسلة دي نزلت في الخارج خلي بالك عشان الناس اللي بتسأل دلوقتي الموبايلات هتنزل امتى لسه مش اهلا اكيد من شهرين وده تحديدا هيكون افضل للناس اللي لسه شارية ريدمي نوت 10 برو فالحق وتهنبوا الموبايلات شوائية عشان سلسلة الريدمي نوت 11 برو نزلت في الخارج ونزلت باسعار خيالية جدا وده هيكون محور الفيديو بتاعنا وتحديدا الوحش والعملاك الريدمي نوت 11 برو والبرو بلاس اول حاجة الفروقات ما بين الاتنين هو بس في قدرة الشحن السريع البرو 67 واط مع بطارية 360 ميلي امبير اما البرو بلاس 120 واط مع بطارية عالي شوية 4500 ميلي امبير لكن قدرة الشحن كبيرة جدا اكيد وطبعا قلتلكم ان قدرة شحن 120 واط بتشحن الموبايل او البطارية بالكامل في خلال 17 دقيقة لكن ما زالت ال 67 واط اللي جايع في البرو ممتازة جدا ومن اول 33 واط والله كويسة جدا فخلونا سريعا كده نخش على الاسعار اللي نزلت في الخارج للنسخ دي ونزلت بنسخ كتيرة جدا والاسعار دي نزلت في الخارج عشان ما نعملش خالق اما اللي لسه نزل لدينا مصر ولسه متكلم عن عفياة سلسلة شاومي اللي كانت قبل كده اسمها مي دلوقتي بقت شاومي 11T و11T برو وال11 Lite 5G NE سلسلة كده من 5000 جنيه لحد 10000 جنيه محزمة الفئة دي فتسعير كويس جدا لكن الفكرة في توافر المنتجات مش متوافرة الحاجز طبعا متاح دلوقتي على الحاجات دي وتكلمت عنها في الفيديو اللي فات لكن خلونا للنهاردة مع الوحش اللي نزل في الخارج ريدمي نوت 11 برو اللي جاي بتسعيرات قوية جدا والنسخة الاولى اللي نزل بها الريدمي نوت 11 برو 6 جيجا رام مع مساحة خلية 128 ونزلت بسعر 250 دولار 250 دولار ده ما يعادل كده بالمصري 3900 جنيه كبداية لل11 برو ممتاز جدا وتقريبا دي افضل نسخة بافضل تسعير هتاخد اوبشانات عالية جدا لان النسخ اللي بعد كده اسعارها لحد ما ممكن نقول على التسعيرات شاومي طبعية 8 جيجا رام مع مساحة خلية 128 ونزلت بسعر في حدود كده 4600 جنيه 4700 جنيه وفي حدود 300 دولار اما النسخة الاكبر 8 جيجا رام مع مساحة خلية 256 ونزلت بسعر 330 دولار وده ما يعادل كده بالمصري 5000 ومتين جنيه 5300 جنيه فتسعير كواس جدا ونخش الوقت على المواصفات القوية لنزل بيها ريد نوت 11 برو واول حاجة تغيير كبير في الدزاين والتصميم التصميم دلوقتي شيك اوي الجنت اوي باخدر رايح للزيتي ولون الاسود وكمان موجود اللون الازرق متدرق كده بيدي الوان كويسة جدا ولون كده بنفسي جي او بينج فايه المميز في الموبايل ده الموبايل كدزاين او تصميم شكله شيك جدا مميز اوي الحواف بتاعته طبعا ما فيهوش الكرفات او ما فيهوش الانحناعات هنا حواف اللي هي الحادة زي الايفون 12 وزي رينو سيكس 5 جي بتبقى شكلها شيك جدا لكن مسكتها في الايد بتبقى مش مريحة اوي لكن نزل لوقتي بتهتم اكتر بشياكة الموبايلات لو جينا للشاشة ممتازة جدا شاشة كبيرة بحجم 6.67 انش شاشة بنوع امولود 120 هيرتز دعمة الاتش دي ارتين والشاشة بيكسلات 396 بيكسل لكل انش فالشاشة دي مميزة جدا على الشاشات اللي موجودة في الوقت الحالي فقلنا الدزاين او التصميم نقطة كويسة جدا في الموبايل واقلنا كمان الشاشة كويسة وجينا البروسير او المعالج الدايمين سيتي 920 بروسير بتقنية 6 نانو متر وداعم للفايف جي في الموبايل هنا داعم للفايف جي البروسير ده ايه موقعه في وسط المعالجات الموجودة حاليا تقدر تقول ان هو اقل شوية كده من السناب دراجون 778 اللي جاي في موبايلات كتير اوي لكن ده من شركة ميديا تيك هو يكافؤ كده في الاداء او اقل منه حاجة بسيطة في الاداء لكن اداءه جبار جدا واداءه ممتاز جدا ومحق ارقام عالية جدا وتقريبا كده اغلب المواصفات دي هي تقريبا اللي انا قلتها في التسريبات فتسريباتي كلها مظبوطة الكاميرات 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 كاميرا رأسية بدقة 108 ميجا بيكسل كاميرا شفناها في الريدمي نوت 10 برو اداءها الحد بما كويس جدا على فاق السعرها النازل فيها الموبايل وموجود معك كاميرا قلت روايد وطبعا الكاميرات التقليدية في دزاين جميل اول الكاميرات اي نعم في بروز شوية بروز رخم جدا كعادة موبايلات كتير من شاومي فيها البروز ده لكن الشكل العام شكل الموبايل كويس جدا وموجود كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل الكاميرا في السيلفي مش افضل حاجة في موبايلات شاومي بشكل عام وكمان في الريدمي نوت 11 برو بطارية الموبايل جاي بطارها قوية جدا بقوة 5160 ميلي امبير وابتدعم الشحن السريع بقوة 67 واط ويمكن الفرقات ما بين النسخة اللي نزلت الريدمي نوت 11 برو و البرو بلاس لان في نسخة تانية نزلت برو بلاس ودي النسخة طبعا نزلت في الصين زي ما قلتلكم بطارية قوية في البرو بلاس لكن بتاخد قدرة شحن 120 واط عالية جدا في البرو بلاس وطبعا بقى سعار اعلى من النسخة البرو وموجود كمان طبعا الريدمي نوت 11 نزل في حدود 3000 جنيه لكن هيبقى له فيديو تاني الموبايل طبعا موجود فيه منفذ سمعات 3.5 ميلي وجاي في اعلى الموبايل وموجود فيه الار بلسر وداعم للن افسي وكمان الموبايل موجود فيه بصمة جانبية مش بصمة في الشاشة خلي بالك ومش بقول خلي بالك عشان انها حاجة مش كويسة او حاجة واحشة لأ البصمة الجانبية عملية اكتر لكن بصمة الشاشة اشياء لكن مش عملية اوي فهي اكيد نحتاج لعملية اكتر فده ابطال الريدمي نوت 11 برو وحش شاومي اللي نزل في الخارج طبعا بتابعكم بكل الكلام الجديد ده عشان تشوف بقى تشتري حاجة من الفئة المتوسطة لعليا الموبايلات الكتير نزلت في مصر ولا تستنى سلاة شاومي الجديدة اللي هتنزل يعني اكيد هتنزل لسا يبقى فيه اصدار عالمي للموبايلات دي وبعدها هتنزل بقى في الشرق الاوسط وفي مصر وفي الوطن العربي يعني في حدود شهرين كده فاقولولي ايه رأيكم في الموبايلات شاومي الجديدة حل كويسة وبتقدم كل موقع بل سعر ولا ما زالت فقدان الصقة موجود في موبايلات شاومي وطبعا ده بيبقى راجع لشوية المشاكل اللي موجودة فيها زي الوجه الوجه اللي بتبقى فيها لبعض المشاكل كده وكمان الشبكات اللي هي مش افضل حاجة تطورا دلوقتي بقى شبكاتها كويسة مش سيئة زي الاول لكن مش افضل حاجة فاقولولي انطبعكم دلوقتي عن موبايلات شاومي الجديدة وشركة شاومي بشكل عام انطبعكم ايه اكتبها لي في الكومنتات لو معاك موبايل شاومي بتواجهك مشاكل اكتبلي في الكومنتات ولو معاك موبايل شاومي مشايف فيها حاجات حلوة اكتبها برضو في الكومنتات عشان الكل يستفيد اكيد وكلنا بنفيد بعض ما تنساش تعمل لايك للفيديو امسا بصدر واشتراف القناة فعلا الجرش اوصل لك كل جديد واشوفكم دائما على خير ومش عشان انا ما قلتش تعمل لايك في الاول الاي لايك في الاول الاقي الفيديو معلوش لايكات هزعل والله بس كده يا سلام سلام تفضل 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 شكرا للمشاهدة